السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 25 تشرين الأول أكتوبر وبما أن توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر الآن موجود في برج السرطان استقر تماما ورح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 3.47 دقيقة بعد عصر يوم السبت القمر بما أنه الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة الربح والحرية والصلاح والإصلاح لهم موعد بث الحلقة الساعة 10.46 دقيقة مساء يوم الجمعة انتقل القمر من الزبرة لها منزلة الصرفة وهي منزلة الربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر اليوم موجود في برج الأسد وبما أنه موجود في برج الأسد معناه تأثيره على جميع الأبراج أن الناس من حولنا في هذا الوقت يكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أبنائنا ويمكننا أن نقترض الأموال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و13 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة فيعني تعتبر ساعات الفجر فبنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وطبعا هاي الزاوية تأثيراتها سبع أيام سابقة ومستمر سبع أيام قادمة وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من كثرة المسئوليات أو الضغوط فممكن يصير عندهم تشتت فكري ويتعرضوا لبعض الحوادث وما منحسن التحكم لا بأفكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي في هاي العضاء راجع الطبيب القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الأسد خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت الساعة ثمانية وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم الساعة عشر واثنعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج منبدأ باليوم الأربع وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم خمسة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احدى عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الأسد حتى يوم ستة وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة في المية ساعة العصر منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احدى عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوز حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزة بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمهوليد برج الحمل طبعا بتشتد رغويتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية بتنجحوا بالترويج لشيء معين لسلعة لأعمالكم لعواطفكم عشان هيك بدك تكون جريء في الطرح بتتسار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي خلال هذا اليوم وممكن تتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظروه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاول أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية خلال هذه اليوم وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة من وقت لآخر واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي بالنسبة لموليد برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن مع هيك بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو بإمكانكم توضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر الأساس لمشروع جديد وبتملك أفكار باهرة وحلول مدهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك بالنسبة لما وليد برج العذراء بيسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا وممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم لا إلك أهمش إنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي برج العقرب من نسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن عندك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوه بالسفر والاتصالات لبعيدة وبعضكم ممكن يشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرح لا انفراج أو لا تسوية أو يهتم بهواية جديدة في حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها أو تناقشوا موضوع مهم أو تجتازوا امتحان صعب علجوا الشؤون الحائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حاذروا الخلافات وما الضخم الأمور اليوم أنتم مرافي الإحساس متوترين بسبب قلق ما فها بتكت حاذروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور بالأشخاص اللي بيتعاملوا معك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ولا معنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه